السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتكلم عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى عنه ملة أبيكم إبراهيم وأمر الله تعالى بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء ولذلك نتحدث اليوم عنهم نتحدث عن سيرهم عن قصصهم ذكر الله تعالى مواقف من حياتهم نقف على هذه المواقف لأن الله تعالى اختار لنا من المواقف ما يفيد أمتنا ما فيه عبرة وعظة لنا ذكرنا فيما تقدم أن إبراهيم عليه السلام مر بقومه وإذا هم يعكفون الأصنام يعبدونها فحاورهم وناقشهم ثم قال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فلم يهتموا بتهديده لأنه كان شابا فتى لم ليس معه قوة ولا عتاد ولا جند ولا حرس وليس عندهما يدعوهم إلى الخوف منه عليه السلام قال الله تعالى فجعلهم جوثهذا جعلهم أحجارا متناترا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لعلهم يرجعون إلى هذا الصنام يسألونه عن هذه الأصنام كيف تحطمت أو لعلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام ليتحاسبوا معه لما حطمت الأصنام وهو يريد أن يقف معهم وقد تحطمت هذه الأصنام على الواقع فتتحطم في قلوبهم ويعلمون أن هذه الأصنام التي طالما طلبوا منها المساعدة في قضاء الدين وفي الرزق وفي إنبات الأرض وإنزال القطر من السماء أنها لا تنفع نفسها ولا تدفع نفسها ضرا فكيف تنفعكم أنتم أراد أن يحطمها في قلوبهم قال الله جل وعلا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إلا كبير هذه الأصنام لعلهم إليه يرجعون فلما رجعوا ورأوا الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جاء بإبراهيم عليه السلام وهو الذي لم يختفي من البلد وإنما يريد أن يصل معهم إلى هذه المرحلة إلى الحوار المباشر المؤثر الذي يرون فيه أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها يرونها محطمة عندها يحق الله تعالى الحق قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فعجب إبراهيم من سؤالهم لا تزالون مقرين أنها آلهة لا تزالون تسمونها آلهة لماذا لم تقولوا أنت فعلت هذا بهذه الأحجار بهذه التماثيل آلهة تسمونها آلهة والإله والمعبود الذي له القوة وله البأس الشديد لا تزالون تسمونها آلهة وهي أحجار متلاثرة بين أيديكم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أنتم الآن تعتبرون هذه الآلهة لها صفات من ضمن صفاتها أنها تفهم طلباتكم طيب اسألوهم اسألوهم كما أنها تفهموكم عندما تطلبون منها قضاء دينكم وشفاء مريضكم كذلك الآن خاطبوها اسألوها من الذي حطم كأيتها الآلهة حجة قوية قال الذي حطمهم وهذا الصنم الكبير أنف الصنم الكبير أن تعبد هذه الصغار معه فحطمها فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال الله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون لما رأوا هذه الحجة القوية من إبراهيم عليه السلام وأن هذه الآلهة لا يمكن أن نسألها من الذي حطمك فكيف كنا ندعوها طوال هذه السنوات بشفاء المرضى وإنزال القطر وإنبات الأرض وتكتير الماشية ورد العدو كيف كنا ندعوها يا خسارة ما أنفقنا فيها من أموال يا خسارة ما صببنا عليها من طيب وعطر وعسل يا خسارة ما أنفقنا فيها قال الله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم جعلوا يتحدثوا بعضهم مع بعض ويقول أنتم الظالموا أنتم مخطئون أصلا وليا يا ليتهم لما قالوا ذلك تجردوا من العلو ومن الاستكبار واتبعوا الحق لأن الحق لا يحصل عليه المتكبر إبليس أبى أن يسجد لآدم عليه السلام كبرا أسجد لمن خلقت طين كبر أسجد لمن خلقت طين لم يذكر أي حج أخر سوى أن طين وأسجد له فرعون لما جاءته الحجج من الله تعالى وجاءته المعجزات موسى عليه السلام يلقي العصى فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون حجج متناثرة متتابعة قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها بألسنتهم جحدوا قال أنت كذاب يا موسى ساحر وجحدوا بها لكن الله يرى ما في قلبه واسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الذي وقع لقوم إبراهيم هو هذا بغي وكبر لا تتكبر عن اتباع الحق لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر مثل النمل يطأهم الناس العظمة ردائي والكبرياء وإزاري فمن نازعني شيئا منهما أو واحدا منهما قصمت كما في الحديث القدسي عن الله تعالى انتبه لا تتكبر عن شيء لا تتكبر عن السلام والمصافحة لأحد لا تتكبر عن مجالسة أحد لا تتكبر عن الاستماع إلى أحد لا تتكبر عن الحديث مع أحد لا تتكبر عن قبول نصيحة أحد الكبر يا ما أفسد من عقول وضيع من صفقات حتى الصفقات المالية التي عند بعض الناس يتكبر في كثير من الأحيان بعض الناس عن عقدها مع أشخاص أنهم يتكبرون عن مشاركتهم أو أن تكون نسبته أعلى منه أو أن يتكلم مع فلان أو أن يطلب مساعدة فلان أو أن يستشير فلان يتكبر أن يستشير فلان وهكذا لا تتكبر الكبر به ضياع الدنيا والآخرة قوم إبراهيم عليه السلام لما رأوا الحق أمامهم ورأوا الأصنام محطمة رجعوا إلى أنفسهم بدأوا يتكلموا مع بعض شو أنظروا أصنام محطمة كلامه صحيح هذه ما دفعت عن نفسها ولا نفعت نفسها كيف تنفعنا ما دفعت الضر يتكلم بعضهم مع بعض فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم مخطئين أصلا أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم رجعوا إلى ضلالهم مرة أخرى وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تعلم أنها لا تنطق فكيف كان جواب إبراهيم عليه السلام نذكر ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله أسأل الله أن يحيطني وإياكم بحفظه وأسأل الله الذي صنع موسى على عينه أن يصنعنا على عينه وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته أن نؤتال من تحتنا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر